اهلا بحضراتكم جدا اوي خالص قلنا هنتكلم على ايه هنتكلم على لجنة الزراعة في الحوار الوطني معانا داخل الستوديو منورنا ومشرفنا سات النائب اللوة هشام الحصري مقرد لجنة الزراعة والامن الغذائي بالحوار الوطني اهلا بيك فاند اهلا بحضرتك ازاي السحر بخير الحمد لله طيب انا يمكن فكرة جاية على بالي احنا بالفعل الحقيقة خلال الكام سنة اللي فاتوا عملنا مش انجازات احنا حققنا احلام ما كانتش في خيالنا فيما يتعلق بتوسيع الرقع الزراعية بزور وتقاوي وحاجات بدأنا نشتغل عليها هنا في مصر عملنا ما نطلق قليل من التقاوي المعتمد يعني عملنا تطور حقيقي عملنا محطات رفع معالجة كل حاجة علشان اقدر اوصل اللي انا وصله النهاردة على المستوى الزراعي فاللي جاي في بالي طيب في لجنة الزراعة هنقول ايه او هنتكلم في الايه او هنتناقش في ايه بعد كل ما فعل مش ما قيل اولا تحية الحضرتك والاستاذ المشاهدين انا سعيد جدا بوجودي في هذه المنصة الاعلامية الفاعلة الحقيقة فيما يتعلق بالحوار الوطني طبعا الحوار الوطني هو بداية اطلاقه كانت في 26 ابريل 22 لما استاذ الرئيس وجه لاجراء حوار وطني من اجل اجراء حوار مع كل الاطياف السياسية وكل فئات البجتمع اه وصولا الى ايجاد حلول تتماشى مع استراتيجية اله يعني هنقول اه فيما يتعلق به اه البرحلة الجديدة او الدولة الجديدة الجمهورية جديدة بالفعل فالحوار طبعا تم اطلاقه وتم تشكيل مجلس الامناء وتم التواصل بعد حوارات متعددة في مجلس الامناء ان يبقى فيه تلات محاور رئاسية للحوار الوطني المحور السياسي وده تحته خمس لجان المحور الاقتصادي تحته ثمان لجان المحور المجتمعي تحته ست لجان الحقيقة عقدنا بعض الحوارات المبدئية بحيث ان احنا يعني نبدأ نشوف الاسماء اللي يعني سجلت فيه الحوار الوطني وان شاء الله هيطلق او جلسة بداية الحوار داخل اللجان هتكون ثلاثة خمسة القادم ان شاء الله ان شاء الله الحقيقة احنا في ما يتعلق بملف الزراعة الدولة بتولي هذا الموضوع عناية كبيرة جدا نتيجة الزيرة السكانية الكبيرة اللي احنا بنشاهدها في مصر احنا عدد سكاننا وصل لقرابة 110 مليون تقريبا وبالتالي ده بيحطم على الدولة انها تتوسع في المساحات الرقع الزراعية سواء توسع افقي او توسع رأسي بزيادة وحدة الانتاجية من وحدة الارض وحدة المياه الساد الرئيسي ممكن تنبه لهذا الموضوع مبكرا لو رجعنا البرنامج الانتخابي للساد الرئيس في 2014 كان من ضمن البرنامج الانتخابي اضافة 4 مليون فدال الرقع الزراعية نكاد نجزم حاليا ان تم اضافة هذه المساحة بل اكثر منها يعني لو رجعنا مع بعض كده بداية الموضوع كان شركة الريف المصري مليون نصف فدان يلي مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان يلي 500 الف فدان في سينة على محطات المعالجة اللي اقيمت في منطقة المحسمة ومنطقة القنال يليها اعادة احياء مشروع التوشكة فيما يعني يزيد عن المليون فدان وبالتالي تقريبا احنا يعني وصلنا للمستهدف بل بالعكس الدولة طمحها لزيادة اكبر هنشوف اللي بيحصل من تطور في مناطق الوادي الجديد احنا يمكن كنا في زيارة للجنة الزراعة بصفة طيبقة كمان رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب الحقيقة الوادي الجديد مساحتها 44% من مساحت مصر وبالتالي هي يعني مرشحة تكون سلة الغذاء في المرحلة القادمة في شغلة عمل على ارض الواقع في مناطق بالكامل تم زرائتها بالكامل زي منطقة الواينات في منطقة يعني مناطق تانية بدأت تخش زي منطقة ابو منقار زي منطقة الواحات كل المناطق دي النهاردة بدأنا ناخد منها انتاج حقيقي الحقيقة يعني يمكن جايحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية اظهرت مدى قوة قطاع الزراعة في كل دول العالم وبقى الملف ده على اولوية اهتمامات كل الدول وليست مصر فقط الحل حضرتك النهاردة فيه اقتصاديات صلبة اللي هي الزراعة والصناعة فيه اقتصادات هشة اللي هي ممكن تتعرض بأي ظروف بسيطة زي السياحة لو حصل لقدر الله اي حادث بسيط بتلاقي الموضوع يكاد يتوقف مع استثمارات كبيرة جدا الدولة الحقيقة عقدت العزم على انها تزيد من مساحة الرقع الزراعية وفي نفس الوقت تبدأ تعمل توسعات رأسية عن طريق استنباط اصناف جديدة من التعاوي يعني حتى شفت برضو خطة الدولة في موضوع معالجة المياه لان طبعا احنا حصتنا من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب من سنة 59 عدد سكاننا في هذا التوقيت كان حوالي 20 مليون احنا النهاردة تجوزنا الميت مليون احتياجاتنا من المياه تقريبا وصلت لحوالي 80 مليار وبالتالي بقى لزمن علينا ان احنا نريد استخدام المياه من هنا جات فكرة انشاء محطات عملاقة لمعالجة المياه وده بدأ يمكن الاول في منطقة القنال تم انشاء محطات عملاقة في منطقة البحسامة وفي منطقة بحر البقر هذه المحطات ستقوم بنقل المياه الى سيناء من اجل استصلاح 500 الف فدان كانت عمل لهم بني اساسية من فترة بالاضافة لمحطة المعالجة العملاقة اللي تعمل في غرب الدلتا اللي هيتم زراعة 2 و 2 من 10 مليون فدان اللي هي الدلتا الجديدة حقيقة احنا دورنا في لجنة الزراعة في الحوار الوطني ان احنا نوجد حلول لكل المشكلات اللي بتواجه قطاع الزراعة ونفتح حوار مجتمعي من اجل ايجاد افكار جديدة لهذه الحلول على سبيل المثال مثلا احنا عندنا مشاكل بتواجه المزارع في توفير مستلزمات الانتاج عندنا مشاكل بتواجه المزارع في توفير الميكان في توفير كل ما يستلزم عملية الانتاج الجزء الثاني برضو يمكن سأعطلك اشارت عليه في المقدمة وهو ان احنا النهاردة مفيش قدامنا حل غير ان احنا نبدأ نستنبط اصناف جديدة تزيد لي الانتاجية وفي نفس الوقت تكون مقاومة للملوحة في بعض الاراضي اللي فيها ملوحة تكون يعني متحملة للدرجات الحرارة العالية نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة فاحنا بنسعى بداية الى ان احنا نشوف المشاكل اللي بتواجه الفلاح عشان نقدر نوفر له كل المستلزمات بتاعتها دي جزئية الجزئية التانية وهو التعونات الزراعية التعونات الزراعية الحقيقة يعني دورها تقلص بصورة كبيرة احنا خلال زياراتنا لكل دول العالم بنشوف ان التعونات الزراعية القاطرة اللي بتجر عجلة الزراعة على سبيل المثال مثلا يعني هنقول مجموعة من الدول الاوروبية وفي بعض الدول العربية زي المغرب ممكن تكون سباقتنا في القطاع ده في تفعيل جيد جدا للتعونات الزراعية بحيث ان هي تقوم بحل كل المشكلات اللي بتواجه الفلاح من اجل ان يقوم الفلاح بالتركيز في العملية الزراعية حلو بحيث ان هو يزود انتاجيته يحسل مواصفات المنتج بتاعه لان انا عندي مستهدفين انا عندي مستهدف الاستهلاك الداخلي وعندي مستهدف كمان زيادة الصدرات الزراعية من اجل جلب العملة الصعبة والحمد لله يمكن الملف ده اخذنا فيه خطوات كبيرة ويمكن السنة اللي فاتت اعلنت وزارة الزراع ارتفاع حجم الحاصلات الزراعية ووصل لستة ونص مليون طن بما يوازي تلاتة وتلاتة من عشر مليار دولار ده الصدرات الفريش بالاضافة للصدرات اللي هي موجودة في الصناعات الغذائية تقريبا نفس الرقم وبالتالي الزراعة بتدخل الوقت في الابتصاد القومي ما يوازي سبعة مليار دولار صدرات زراعية سواء فريش او مصنع احنا النهاردة يعني مع الحكومة فيه موضوعين بنشتغل فيهم موضوع تعديل قانون الزراعة لان قانون الزراعة ده اللي هو تلاتة وخمسين لسنة ستة وستين صدر من اكتر من حاجة وخمسين سنة وبالتالي فيه متغيرات كتير جدا لابد ان يتم تحديث القانون بما يتوافق مع هذه المتغيرات الجزئية التانية برضو بنعقف حاليا بالتعاون مع الحكومة ان احنا نعدل قانون التعاونيات الزراعية بحيث ان انا ارجع لان الجماعية الزراعية تبقى بيت الفلاح فلاح يروح الجماعية الزراعية يلاقي كل المستلزمات بتاعته من بزور من اسمدة من مجدات من توفير الماكنات الزراعية وفي النهاية تسويق المنتج بتاعه حلو جدا 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 وبالتالي ابقى انا فرغت المزارع للعملية الزراعية نفسها اللي تتركز فيه تحسين العملية الزراعية بحيث أنه نوصل لأعلى إنتاجية والأفضل مواصفة طيب أنا هستأذن فندم أنه نحن هنروح لفاصل وعايز نرجع بعض الفاصل على مسألة الرؤى المختلفة اللي ممكن تبقى مطروحة على مائدة الحوار الوطني وتحديدا في لجنة الزراعة والأمن الغذائي واللي هي مش بس متعلقة بالزراعة نفسها ولكن كمان احنا عندنا نواحي الأمن الغذائي المختلفة توفير الأنواع المختلفة ببروتين الحيواني سواء إذا كان أسماك دواجن لحوم وما إلى ذلك هنعمل إيه خصوصا أنه زي ما حاتك قلت كده الأزمة بتاعة الحرب أبرزت أنه العالم يعاني من أزمة غذاء بسبب الحرب تكشفت هذه الأزمة الطرحات اللي موجودة إيه والتصورات وأنا زي ما كنت زي ما حاتك أشرت الحظ الجيد أنه رئيس اللجنة في البرلمان ورئيس ومقرر اللجنة في الحوار الوطني فإحنا كده إيه عندنا كل ما هو متعلق بهذه المسألة استنونا بعد الفاصل نعود مرة تانية مع سنة اللواء هجام الحصري مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني ورئيس لجنة الزراعة في مجلس المواب المصري استنونا كل الترحيب بحضراتكم وكل الترحيب باللواء هجام الحصري مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري الأمن الغذائي له العديد من الأوجه الزراعة جزء منها وأيضا الاستثمار زي ما بيتقال الداجني والحيواني والسمكي وما إلى ذلك هو جزء من أو جزء أصيل من عمل هذه اللجنة في الحوار الوطني ويمكن مسألة الدواجن ومنتجتها والقلبن ومنتجتها واللحوم وما إلى ذلك حصلت حواليها ضجة كبيرة ومفهوم طبعا بالتأكيد أنه الناس منها تقول جماعة الأسعار عمالة بتزيد احنا يمكن أو بالأضاق ايه شكل الطرح اللي ممكن يكون حتى الآن مقدم على مائدة الحوار الوطني لإيجاد حلول حقيقية تطبق مش مجرد حالمة علشان نحل هذه الأزمات أنا هستأذر حضرتك احنا طبعا مشكلتنا كانت في أن احنا بنستورد حوالي 90% من مستلزماتنا من الأعلاف من خارج مصر وبالتالي لما حصلت الحرب الروسية الأوكرانية كانوا دول أكبر دولتين احنا بنستورد منهم دورة وفلسوية اللي هي تعتبر المستلزمات الأساسية في صناعة الأعلاف وبالتالي حصل تجاوز في الأسعار التجاوز ده مع انخفاض قيمة العملة بتاعتنا وصل سعر الدورة وفلسوية الأرقام قد تكون فلكية لكن أنا برجع أقول ربا ضرت النفع وقد تكون المحنة في بعض الأوقات منحة النهاردة اللي أنا شايفه أن بعد ما الدولة بدأت تعيد أو تغير تفكيرها تاني وتطبق قانون الزراعات التعقدية وتدي أسعار مناسبة وجيدة جدا للمزارع المصري في محاصيل الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية أنا بقول لحضرتك السنة دي على الأقل نحن النهاردة السنة اللي فاتت مثلا أخذنا حوالي 4 مليون طن أمح السنة دي أنا بتوقع أن هذه الكمية قد تتجاوز الخمسة مليون ولو فضلنا على نفس الوضع السنة الجاية مساحة الأمح هيتم مضاعفة ليه؟ النهاردة حضرتك كان المزارع النهاردة بيزرع الأرض بتاعته بيجي يطلق المحصول محصول زي الدورة كانت الناس كلها بتبعد عن زراعاته لأنه كان بيحقق خسارة مع الفلاحة النهاردة الدورة السفرة أنا عايز أقول لحضرتك الدولة حددت لها سعر ضمان قبل الزراعة بفترة كافية وقالت من السعر ده ما هوش السعر القطي السعر ده سعر ضمان بحيث لو الأسعار العالمية نزلت عن هذا السعر الدولة ملزمة تاخد من المزارع بهذا السعر بسعر الضمان بسعر الضمان طب نفترض للأسعار العالمية لتاخد بالسعر العالمي ويمكن ده شوفناه جليا مؤخرا في موضوع الأمح الأمح الحقيقة مع بداية الزراعة الدولة أعلنت عن سعر ألف جنيه لأردب القمح بعد ما كان تمنمية وخمسين جنيه سنة اللي فات في نص الزراعة بدأت الأسعار العالمية تعلق الدولة أعلنت عن إن هي عدلت السعر من ألف جنيه لألف ميتين وخمسين جنيه وتعهدت في هذا الإعلان إن هي ملزمة إن هي تاخد بالسعر العالمي وقت تسليم المحصول مع بداية تسليم المحصول اللي بدأت من أسابيع يعني أو يمكن أسبوع أو عشر طيام النهاردة الدولة أعلنت عن شراء القمح بسعر ألف وكمسمائة جنيه في أي دولة من دول العالم بيبيع بيه جوة دولته وبالتالي النهاردة مع تغيير التفكير ده بدأ فكر المزارع يتغير النهاردة الناس بتتوسع بصورة كبيرة جدا في مساحات الأمح الدورة وفلسطية نفس الموضوع عباد الشمس اللي أمه لأربع محاصيل الرئيسية اللي الدولة أعلنت عن سعر ضمان له طيب أنا النهاردة لما أجي أتوسع في مساحات الزراعة هبدأ أقلل كميات الاستراد بتاعتي نتيجة أن أنا عندي مشكلة في توفير العملة الصعبة الخاصة بعملية الاستراد هقلل الضغط على العملة الصعبة بالضبط وفي نفس الوقت تكاليف الإنتاج عندي هتكون أقل طبعا والعائد الزيادة ده يدخل في جيب المزارع وبالتالي أنا بحفزه أن يتوسع أكتب الجزئية التانية عمالقة بقى إنتاج الدواجم في مصر وإنتاج اللحوم بدأوا يتوجهوا إلى محافظات الوقت الجديد وإلى غرب غرب المينيا وغرب المينيا للعمل على زراعة مساحات كبيرة بمحاصيل الدورة وفلسوية لو لهذه الأزمة ما كانش لا يتحقق يعني أنا أعرف أحد المستثمرين في هذا المجال بيتعاقد دلوقتي مع محافظة الوقت الجديد على أنه ياخد خمسين ألف فدان يزرحهم دورة وفلسوية كويس وغيره 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 بالإضافة لأن في الدلتا عايز أقول لحضرتك الناس النهاردة بدأت تزود مساحات الدورة ومساحات فلسوية ومساحات الأمح ده هترتب عليه أن أنا إنتاجيتي هتتضاعف على الأقل وهبدأ أقلل الفجوة شوية في عملية الاستراد ده هينعكس على تربية الحيوان وتربية الدواجن والأسماك طيب هنيجي في الأسماك يمكن إحنا في البرلمان أصدرنا قانون تنمية البحيرات في الفترة الأخيرة تنمية البحيرات والسروة السماكية ده كان في نهاية فصل التشغيل الأول والدولة الحقيقة يعني بدأت تتعامل مع البحيرات بأنها تعمل تطوير لكل البحيرات ويمكن أنا في محافظتي ده أهلية بحيرة المنزلة هي يمكن بتتواجد في ثلاث محافظات شفنا حجم الجهود والمصاريف اللي صرفتها الدولة من أجل تطوير البحيرة وفتح بواغيز جديدة من أجل تجديد حركة المياه وتطهيرها من الخارجين على القانون وبالتالي إن شاء الله مع استكمال هذه الأعمال اللي بتقوم بها الدولة لتطوير البحيرات ده هيديني انتاجية زيادة لسبب أنا تقريبا كنت باعتمد في انتاج الأسماك في مصر بالنسبة كبيرة على المزارع تكلفة الانتاج في المزارع أعلى كتير من التكلفة في المسطحات المائية المفتوحة وبالتالي النهاردة هيبقى عندي ميزة تنافسية وزيادة في حجم الانتاجي الجزئات الثانية اللي أنا برضو عايز أضيفها لسيادتك إن أنا النهاردة مع الأعلاف أو الدواجن يعني انتاج الأعلاف هو اللي هيقدر يقلل لي أسعار الدواجن طبعا واللحوم لسبب 70% شفت كاركتير من فترة كده مرسوم الدجاجة مرسومة جسم الدجاجة محطوط عليه عالم أمريكا والرقبة والمنقار محطوط عليهم عالم مصر لأنه ده بالضبط أنا 90% من احتياجاتي من غزاء الدواجن أنا بستورده من الخارج وبالتالي أنا مش أقدر أسر في السعر غير لما زود انتاجية بحاصيل الأعلاف دي جزئية الجزئية الثانية بقى مع تطوير البحيرات والكلام ده أقدر أسد فجوة كبيرة في موضوع الأسماك الموضوع الثالث إن بدأت الدولة النهاردة تتوجه لإنشاء بعض المزارع في إفريقيا من أجل تربية المواشي أو البج أنيمال يعني بحيث إن هي النهاردة برضو مع ومجبوعة من الدول الإفريقية يمكن بدأت بقورة الموضوع خلال الفترة اللي كانت قبل العيد تم استراض بعض الرسال من مزارعنا اللي موجودة في بعض الدول الإفريقية ده برضو توجه تاني بتاخد الدولة نتيجة توفر العلاف بأسعار أقل وتوافر كميات المياه دي كلها يعني خطوات بتاخدها الدولة المصرية من أجل توفير الأبن الغذائي للمواطن والحقيقة الرئيس لا يداخل جهدي في دعم هذا القطاع يعني دعم غير محدود يمكن كل اللقاءات اللي بيهدرها السيد الرئيس بيبقى للزراعة جزء مش قليل في حديث السيد الرئيس في كل اللقاءات لأنها هي المخرج من أزمة توفير الأبن الغذائي اللي هو يعد أحد مقاومات الأمن القوم المصري أنا متأكد لأن أنا أتذكر قويس أن الرئيس مثلا كان في توشكا يطلق موسم الحصاد بتاع الأمح السنة اللي فاتت في إبريل 22 كذلك في الدلتة الجديدة وبردو الرئيس راح أيضا لموسم الحصاد وتابع كمان اللي بيتزرع كان أظن كان فيه بطاطس وكان فيه بنجر سكر وما إلى ذلك يعني إحنا كنا موجودين الحقيقة اللي التغطية على هذه الأمور ففيه اهتمام حقيقي من قبل الدولة فيما يتعلق بالنشاط الزراعي والأمن الغذائي بشكل عادي فإحنا كل القليل بالتأكيد ومع اكتمال بقى يعني موضوع محطات المعالجة ويعني يمكن مشروع الدلتة الجديدة تقريبا الزارع فيها حوالي 500 ألف فدان دلوقتي من 2.2 مليون فدان تخيل بقى لما الـ 2.2 مليون يتم استصلاحهم بالكامل وزرعاتهم بعد ما يتم إنشاء محطة المعالجة العملاقة والنهر اللي بيتعامل في الوقت الحالي تأكد إن الأمور هتكون مختلفة تماما بالإضافة للتوسعات اللي بتتم زي ما قلت لساتك من شوية في الواد الجديد وفي منطقة العينات وفي منطقة تشكة عادة إحاء المشروع دي كلها المساعدة إن شاء الله لما تدخل حيث الإنتاج الأمور هتختلف بصورة كبيرة جدا أنا بشكرك جدا 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 يا فندم نورتنا وشرفتنا كل التوفيق ليكم في البرلمان من ناحية وفي الحوار الوطني من ناحية أخرى في إنها خالص كل اللي مطلوب هو المصلحة وإرساء قواعد أو بناء بقى الجمهورية الجديدة بدأنا القواعد نحن الآن بصدد عمدة الخرسانة زي ما بيتقال شكرك جدا يا فندم نورتنا وشرفتنا بشكر حضرتك والحقيقة أنا مستبشر خير جدا بالقادم في ظل قيادة سياسية وعية تدرك تماما ما تفعل أكيد أنا بشكرك جدا مرة تانية